سلاح الجو الملكي البريطاني يمتلك عددا من الطائرات المسيرة من نوع ريبر وتتمركز في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق والسوريا الإعلام البريطاني تحدث عن أن بريطانيا تدرس استخدام الطائرات المسيرة في مهام أخرى في الخليج طائرات ريبر MQ9 المسيرة تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وسلاح طيران المملكة المتحدة وتستخدم في مهام عسكرية كالمراقبة والهجوم ويبلغ وزن الطائرة نحو خمسة أطنان وهي قادرة على العمل على مدى ثلاثة ألاف كيلومتر ويمكنها حمل الصواريخ الموجهة وقنابل بوزن واحد فاصل سبعة طن الطائرات المسيرة البريطانية في الخليج ستساعد حسب المصادر البريطانية في عمليات الاستطلاع والمراقبة وحركة الملاحة مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع عالم بريطانيا في مضيق هورموس ففي يوليو الماضي أرسلت بريطانيا المدمرة HMS Duncan والمدمرة HMS Montrose إلى الخليج للمساهمة في حماية السفن التي تحمل العالم البريطاني في مضيق هورموس من الاعتداءات الإيرانية